انا تعلمت تحليل سياسي كده على قدي برضو يعني من راجل يعتبره الكاثيرين او تعتبره غالبية مجتمع التحليل السياسي واحد من الابرز والاهم اسمه الاستاذ مصطفى الحسيني طبعا الحظ الجايد ان انا ابنه مش حظه هو حظ انا يعني الله يرحمه فكان يعلمي حاجة لطيفة جدا مرة سألته كان علي سنة 18 ساعتار هنا بدأت الدروس يعني المحاضرات بتاعت التحليل هو يعني ايه تحليل سياسي وازاي تقدر تحليل سياسيا وحاجة زي كده وكان الاستاذ مصطفى الله يرحمه اللي هو ابوه يعني كان دايما الناس تقول عليه عمر ما تحليلاته تخيب يستشرف المستقبل بس على رأيه المسألة مش تنجيم المسألة كلها بالمخ فقلت له يعني الحكاية تبقى ازاي قال لي حاجة لطيفة اولا قال لي اولا التحليل السياسي عبارة عن ايه الاول يبقى فيه عندك معلومات قلت له كويس قال لي بعد ما تجمع المعلومات تاخد المعلومات دي وتحطها على الخريطة قلت له كويس قلت له بعد ما حطها على الخريطة قال لي تشوف بقى كل معلومة يعني تحطها على الخريطة تشوف كل معلومة هي ليها علاقة بانهي بلد كويس طيب فعملنا ايه؟ يجيب مثلا هنقول خريطة شمال افريقيا او خريطة العالم يعني لو حد سبقها بس يعني هات خريطة افريقيا واوروبا مع بعض وتروح شايف كده بالنسبة لنا مثلا في مصر عشان تعرف يا مصر تتحرك ازاي وعشان حضرتك انت المواطن تقدر تستشرف المستقبل او لا تستشرفه عشان تقدر تفهم النهاردة النهاردة مصر تتحرك ازاي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمل ايه؟ عشان تبقى فيه عندك قناة حقيقية لانه السياسة ساعات ما بتبقاش ارقام هيش زي الاقتصاد كويس وفكروني كده الاسبوع الجاي عايزة اتفق مع زميلي هنجيب صبورة والله ما بهذر صبورة بيضة كده ونقعد كده بالماركر هنقعد نشوف مع بعض الشكل الاقتصاد المصري بقى بالطريقة بتاعتي على الادة انا مش زي الاستاذ محمد نجم وكده بس على الادة كده هنجيب صبورة وماركر ونقعد نشرح مع بعض الشكل الاقتصاد المصري قدام الاقتصاد في اوروبا عمل ازاي؟ عشان نعرف احنا اوضاعنا مشي عامل ايه؟ ويب فارجعك فالسياسة ما هيش بالارقام فانت هتقول مثلا القاهرة ونروح حطين عليها دبوس وبعدين نشوف كده القاهرة عندها دلوقتي علاقات شديدة التمييز بمين؟ أتينا تروح حط الدبوس على أتينا وتمد خط وبعدين أبرس تروح حط الدبوس في أبرس فليكن مثلا نيقوسية على سبيل المثال لما صل يعني اختر المدينة اللي تحبها جوه أبرس وتروح مادة خط وبعد كده تروح واخب بعضك ومادة خط من القاهرة لحد المجر وبعدين تروح مادة خط من القاهرة لحد رومانيا كويس ماشي جميل خالص وبعدين خط خط ومده لحد العراق ماشي كويس خالص وبعدين خط خط ومده لحد روسيا ماشي عايز تقول إيه يا يوسف هقولك ممكن بعد إذنك لو سمحت تعمل كده ونعتبر إن ده زي exercise كده تمرين احنا بنعمله سوا والله ما بهزر واكتبولي كده على الفيسبوك على صفحة التسعة اكتبولي كده على فيسبوك على صفحة التسعة إنت شفت إيه بعد ما عملت كده على الخريطة ما تطلع ليش خريطة وتشتغلي عليها فاتش والكده لا اعمل خطوط كده بإيدك هات الخريطة واطبعها ومد الخطوط وقل لي شكل الخطوط دي عمل إزاي واحدة واحدة طب أقول بص يا عم أدي مصر إيه طلعنا كده على اليونان وطلعنا كده على أبرس وطلعنا كده على المجر وطلعنا كده على رومانيا وطلعنا كده على العراق وطلعنا كده على روسيا ممكن تقولي الخريطة دي شكلها عمل إزاي يعني هي طلعة كده مسلس مثلا طب ومركز المسلس ده إيه والمسلس هنا فيه رأس أهي مصر أدي رأس من رؤوس المسلس ماشي قل لي المركز بتاع المسلس إيه خلي بالك أنواد لقيم مش سهل هتقول الشرق المتوسط أقولك يعني بقولك من الآخر مصر عندها مقربة شديدة الوضوح فيما يتعلق بدوائرها الحيوية شمالا ماشي مش بس إفريقيا مش بس منطقتنا العربية لأ شمالا يعني إيه مقربة؟ يعني عندها تصور استراتيجية وضحة للعلاقات مع الشمال آه بتنساش عندك لحد فرنسا كمان وهقولك بعد كده كلو تاني أو حاجة تانية تقدر تفهم بيها اللي أنا بقوله يعني أو تقدر تحلل بيها شوي قدر الإمكان على قدي برضو يعني واحدة واحدة ببساطة فأنت عندك استراتيجية عندك نهج عندك نسق واضح في علاقتك بشمالك سواء إذا كان على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى إيقاف بل والقضاء على التطرف طب أقضي على التطرف إزاي أمنيا بس لا أمنيا وفكريا إيه علاقت ده بالشمال يا عم مد الخريطة ويشتري مني مش هتخسر حاجة وإنت بتمد الخريطة عايزك تشوف كل دولة علاقتها عاملة إزاي مع جيرانها يعني كل دولة إحنا بنينا معاها جسور شديدة القوة شديدة الصلة حلو؟ الدولة دي رومانيا علاقتها إيه بجرانها المجر علاقتها إيه بجرانها فرنسا علاقتها إيه بجرانها روسيا علاقتها إيه بجرانها العراق علاقتها إيه بجرانها اليونان أبروس اعمل كده سوف تسعد نتكلم على التطرف بعدين